أعلن متحدث عسكري أن أكثر من سبعة ألاف جندي سيتم نشرهم على الحدود مع المكسيك بحلول نهاية الأسبوع وعملية نشر الجنود ضمن ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بجهود التصدي لطالبي لجوء خطيرين يعبرون المكسيك في اتجاه الحدود الأمريكية سيتم إنجازها قبل يومين من موعد انتخابات نصفية سعى فيها ترامب لجعل الهجرة من أبرز مواضيعها وسيتمركز الجنود في قواعد عسكرية رئيسية في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس لكن الانتشار النهائي لم يتقرر بعد وقال مسؤول في البنتاجون طلب عدم الكشف عن اسمه إن ألف جندي وصلوا الجمعة إلى مكالين في تكساس على الحدود مع المكسيك وكان ترامب أعلن أن ما يصل إلى 15 ألف عسكري أمريكي قد يتم إرسالهم إلى الحدود لكن مهمة هذه القوات قد تكون محصورة بعمليات الدعم لأن القانون يمنعها من تنفيذ مهمات تطبيق القانون في الولايات المتحدة لكن ترامب مع ذلك حذر من إمكان أن يطلق الجنود النار في حال رشقهم مهاجرون بالحجارة